عهد جديد يعتبر الإصلاح بكافة أشكاله إحدى أهم أولوياته إصلاح يتأتى من خلال تصد مباشر للفساد ووعي مجتمعي يمكن للإعلام أن يلعب دورا كبيرا في خلقه يجب أن يكون هناك شفافية أو مقدار معلومات للطلاع على هذه المعلومات بقدر أو بمعدل كافي بأن نكون على أرض صلبة بالنسبة للتقارير الإعلامية أو المقابلات الصحفية مع المسؤولين أو للطلاع على الخطط المستقبلية للدولة أو الإحصائيات أو الأرقام الموجودة للأسف حجب المعلومة عن الإعلاميين سيبحث عنها في ظل هذا الانفتاح في مصدر آخر وقد يكون هذا المصدر عدو مجسوس لهذه الدولة وفي إطار مسؤوليته المهنية والمجتمعية يمكن للإعلام ممارسة دور رقابي واستقصائي لكشف الفساد ومنع أسبابه دور يؤكد الخبراء أنه ما زال بعيدا عن التفعيل دور الصحافة الاستقصائية أنها تبحث في هذا الموضوع وضمن منهجية معينة استاندرد دولي يبدأون بجمع المعلومات ويتأكدون من مدى صحتها وتكون دقيقة جدا ويتم النشر على مستوى عالي في الصحافة العالمية وقد أتى قانون حق الاطلاع على المعلومات قبل عامين ليمكن الصحفيين من الحصول على المعلومات الحكومية لكنه يواجه عراقيل كثيرة وفي الوقت الذي يطالب المجتمع الإعلام بلعب دور فاعل في مواجهة الفساد يطالبه كثيرون أيضا بالبدء بنفسه من خلال تعزيز التحلي بالنزاهة يقول المختصون أنه لكي يتمكن الإعلام أن يكون منصة مجتمعية للوقوف في وجه الفساد يحتاج لتعامل الحكومات معه بشفافية بالتوازي مع تحلي ممارسيه بالمهنية والنزاهة المدعومة بتشريعات تحمي الصحفيين وخاصة منهم من يتناول قضايا الفساد سعد العنزي اسكانوز عربية الكويت